السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين واحد نيسان ايبريل القمر اليوم موجود في برج القوس ورح ينتقل لبرج الجدي طبعا موجود في برج القوس لغاية الساعة اربعة وخمس دقائق من صباح اليوم الاثنين وبعديها بده ينتقل لبرج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة تسعة وسبعة دقائق من صباح يوم الاربعة طبعا بتوقيت جرينيش القمر الان موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة اربعة وخمس دقائق من فجر اليوم بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص او الحرية القمر بما انه موجود في برج القوس لغاية ساعات الصباح معناته بنشعر بالارتياح والسعادة والنشاط وبنلتقي بأناس اكثر سعادة وبنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية الموجودة عنا بيتحول تفكيرنا على عالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل ايضا للسفر والاجازات وممارسة الرياضة والخروج في النزهات او تغيير جو مثلا ويمكن اقتراض المال او تعلم لغة جديدة او ممارسة هواية او تجربة حضنة او التخطيط لرحلة او الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للاعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين نيبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 15 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار السلبي للقمر رح يبدأ الساعة 12 و 15 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 4 و 5 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجدي هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 4 و 5 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش القمر خلاص بنتقل بيستقر في برج الجدي عشان هيك منصبح في هذا اليوم اكثر عقلانية ومنحكم العقل اكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا مندرك انه الامور ما بتكون سهلة بالنسبة لانه وبعضنا ممكن يكون متشائم علينا ان نعمل بجدية اكبر وان لا نعتمد على الحضوظ يمكننا بدء عمل جديد او شراء قطعة اثرية او اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية راح تكون الساعة خمسة وثمانية واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر بتزيد من شجاعتنا وحماستنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن افكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة الحدث اللي راح يصير طبعا بساعة المساء هو بداية تراجع عطارد اللي راح يتراجع في الحمل الساعة 10 و14 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش طبعا هذا التراجع راح يستمر من اليوم 1-4 لغاية يوم الثلاثاء 25-4 يعني في ساعات الظهر تقريبا كوكب طبعا عطارد بيتراجع سنويا بمعدل ثلاث مرات كل سنة بيستقرق تراجعه تقريب ثلاث أسابيع إله تأثيرات سلبية كثيرة طبعا أهمها اللي بده يسمع التأثيرات بالكل موجودة حلقة كاملة صارت موجودة على القناة ولكن بالمختصر إنه بفترة التراجع دائما منشعر بالتشويش في حياتنا اليومية ما في تركيز على أي شيء في فوضى بالأفكار السلبية والتأثيرات السلبية إلا أنه التراجع شيء صعب مش شيء سهل وتأثيراته عادة بتبدأ قبل بخمس أيام من التراجع وبتستمر بعد انتهاء التراجع قرابة الثلاث أيام أثناء تراجع عطارد بيطرق تشويش في حركة الاتصالات وأعطال وخراب بمفاجئ جدا بالأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات مواصلات ازدحام في الطرقات بتتعطل المركبات حوادث في الطرقات أكثر من المعتاد بتضيع حاجيات في البريد بيتأخر وصولها بنشعر أيضا بتشويش في أفكارنا بنجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة وغالبا لما منتخذ قرار عادة الأغلب بيكون يعني اتخاذك للقرار غير متزن فترة تراجع عطارة سيئة لأي خطوة جديدة إلها أبعادها مثل خطبة أو زفاف أو افتتاح مشروع تجاري أو حتى الأشخاص اللي بيشتغلوا في الأسهم أو بالعملات أو بالبورصة بالفترة هاي برضو بيكون خطر جدا عليهم لأن الأسعار ما بتكون ثابتة فجأة يا بتعطي أعلى سعر وبتغري أنك أنت تدخل بالمنافسات أو بتهبط بشكل مفاجئ وبتحقق خسارات فعشان هيك بدها يكون الواحد على حذر عالي جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح عنا الأعضاء اللي أكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عنا الكبد العجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية أما من ساعات الصباح وما بعد بتصير الأعضاء الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم إننا نعمل لها عمليات جراحية كبرى الركبتين المفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن يعني بمعنى آخر الأشخاص اللي رح يسألوا إنه إحنا عنا أسنان أسنان زراعة أسنان أو خلع أسنان أو الأمور إذا ما كان فيها بنج كامل وعملية جراحية كاملة فما بنصح فيها أيضا الأشخاص اللي بدهم يعملوا عمليات تجميل اللي بتتعلق بالجلد أو بالشعر الفترة هاي برضو ما بتعطي النتائج المرجوة بالنسبة للعمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة للعمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن الخفيف أو الأمور التجميلية الخفيفة ولكن الجراحة ما بنصح فيها يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن مش بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ما بنصح فيه الحنة ممكن ولكنه أيضا لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل برج الجدي خلو المسار القادم بيبدأ الساعة 45 دقيقة من صباح يوم الأربعاء وبيستمر حتى تمام الساعة 9 و7 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم المربع عمره 22 يوم في تمام الساعة 11 ودقيقتين مساءا بتوقيت جرينيتش بصير 23 يوم نسبة الإضاءة 52 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيد الآن بنسبة 15 في المية ساعة الظهر منتحس بنسبة 10 في المية القمر في القوس ورح ينتقل للجدي ورح يضل في الجدي اليوم 3 أربعة منتحس الآن بنسبة 10 في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة 30 في المية في ساعات المساء سعيد بنسبة 70 في المية عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم 25 أربعة سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات المساء منتحس بنسبة 10% الزهرة في الحوت حتى يوم 5 أربعة منتحس بنسبة 10% المريخ في الحوت حتى يوم 30 أربعة منتحس بنسبة 25% المشتري في الثاور حتى يوم 25 أربعة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% قرانوس في الثاور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا منه الآن وحتى ساعات الصباح بظل في نشاط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وعلاقاتنا مع أجانب أو أشخاص قارج البلاد ومنشعر بقوة العاطفة وتجاوب أحبائنا معنا ولكن أهم شي ننتبه أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة واللي عنده امتحان في هذا الوقت بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضود أما من ساعات الصباح بينصب اهتمامنا حول عملنا ومصالحنا الاجتماعية أهم شي إنه ما نرتجل المواقف والتصاريح عشان ما نقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط علينا المسئوليات وممكن نواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك لازم نلتزم بمسئولياتنا هاي فترة واعدة ولكنها بدها حذر برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أي المال اللي معك شريك فيه بنك ضريبة تأمين هاي الأمور والفرصة بتظل متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة وبرضو بتكتنتبهوا من النصابين والمحتالين أو فقد بعض الأموال أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وفيه نوع من أنواع اللقاءات أو فرصة تفتح أمامك أبواب تتعلق بالسفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة بما بشيء معين ولكن بيكون فيه نوع من أنواع النجاح أهم إشي أنه اليوم التحركات على مختلف الأصعدة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات الصباح فبتظل الفترة هاي مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن بالظل فترة سلبية ضاغطة طاقتكم ضعيفة ما بينفعكم فيها سوى الصبر والمرونة وبرضو بتكون تنتبهوا لصحتكم أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم تقدروا تدخلوا التعديل المطلوب على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك على حسب وضعك وبيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما ممكن تعالج بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم أو تحصل بعض المكاسب هاي فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح يعني بدأت هي مرحلة الضغط لأنه المرحلة القمر الآن بده يبدأ بمرحلة المقابلة فعشان هيك من الآن وحتى ساعات الصباح بتكنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك والأهم إن كنتنتبهوا لغذائكم وراحتكم بتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم ولكن الأهم إنوا ما تهملوا صحتكم أما من ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا الكلام وما توجهوا ملاحظة لأن خصمكم قوي ما بيرحم خلال هذا اليوم وبتحمل لك هاي الأيام ارتباط مهم فلازم إنك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي والحظ النفسي والعاطفي عنكم تنفرج أساريرك وهي فترة جيدة نسبيا ولكن حاول إنك ما تفرض سلطتك على أحبائك أما من ساعات الصباح بيتراكم العمل لديكم لا تهملوا صحتكم وحاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن إنه يمنعكم من أدى واجباتكم اليومية كما يجب ابتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة خلال هذا اليوم وممكن تشعر ببعض التوتر برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا من الآن وحتى ساعة من ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكم ما بين أحد أفراد العائلة ممكن تقلق حوال وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر مشكلة شخصية لا تتهرب من المسؤوليات اتجاه العائلة من ساعات الصباح وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرح لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة وبتتلقى إشارة إيجابية لأنها فترة مناسبة جدا لكثير من الأمور خلال هذا اليوم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات من الآن وحتى ساعات الصباح وتعتبر هاي فترة مناسبة لإجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحضوض وبتكون جريء ولكن أهم شيء تنتبه أثناء قيادتك للسيارة وحاول تنتبه من كلامك وتكون واضح بتوجيه الكلام عشان ما تنفهم بشكل خاطئ أما من ساعات الصباح وما بعد بتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها فترة يعني ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك بسبب حدث ما أهم شيء أنك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بظل في نوع من أنواع الفرص المالية أو المكاسب المالية من الآن وحتى ساعات الصباح لهذه المكاسب تيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن أهم شيء ما في داعي للمغامرات المالية واحذروا من النصابين أو المحتالين في هذه الفترة ممكن تهتم بتوظيف بعض الأموال أو حل مسألة مالية أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا يسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق ومصالحة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس من الآن وحتى ساعات الصباح بتظل في قدكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادر لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية وفي نوع من أنواع الانفراج والتقدم الملموس بعد مراوحة وركود لفترة ماضية الآن فترة إيجابية بدأتم فيها فلازم تستغلوها من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم وبرضو في بعض المكاسب المالية اليوم ولكن الأهم إنك ما تغامر بأموالك أي فترة حذرة مالياً ومعنوياً فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة وبرضو أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتكم لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بتستعيد نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً من الان وحتى ساعات الصباح بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسعي الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح مميزة أما من ساعات الصباح القمر رح يوصل يعني لمكان غير مريح بالنسبة لإلك فبيت متاعبك صعب جداً فبتدخل فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضوض حاذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك خلال هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً يعتبر هذا اليوم يوم مناسب من الآن وحتى ساعات الصباح للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم مش إنك تهدئ من روعك ما تنفعل ما تغامر ما تخالف القوانين وإحرص على استقرارك وعلى سمعتك أما من ساعات الصباح وانا بتلتقوا الأصدقاء ممكن اليوم يتوجه الكدعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبتسعدوا من لقاء بعض المعارف حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحيدين فترة ناشطة وواعد دراسياً أو مهنياً أو عائلياً وبتكثر الاتصالات والموعيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر